انا فهمة موقف موسيقى تفهمة الدباء انت عليش تحل اليوم ليه بو دباء تحل على خاطر فهمة اكتواليتي معنا هي كخونيكوس في برنامج قاعدة تعلق على اكتواليتي متع صلاة الاستسقاء انا فهمتها بالضبط شنو اللي تقصد تقصد انك تجي للصغير في المدرسة تفهموا اسباب احتباس المطار بطريقة علمية ثم تعديله في الاخبار تقوله راعه شهدات متع ناس يقولوا راعه المطار لا تنزل على خاطر احنا رانا منش بهين بلغة الصغار وعلى خاطر ترتكبوا في برشة النوب انا بالنسبة هذا لا يمنع ذاك احنا نعرفوا الاسباب العلمية لاحتباس المطار والاسباب المناخية بش الامطار ما تنزلش لكن وقت لي تبدأ مؤمن مهما كانت الديانة بوذية كاثوليكية مسلمين يهود نعرفوا في كل الديانات انه الدعاء يجلب الخير اذا كانك في حاجة الى المطار يهودي ولا مسلم ولا بوذي ولا ولا مسيحي تدعي ربي على خاطر اسباب فما اسبابنا عدم نزول الامطار اسباب علمي لك شكون لي عنده القدرة انه يحبس الامطار وإلا ولا يأذن بنزول الامطار هو المرأة اسباب لك شكون بش تطلب بش تطلب الصحاب تقولوا بربي يا صحاب نقصلي شوية خلي 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 يحبط الامطار ماك بش تطلب ربي تقولوا يا ربي ارزقني يا ربي اعطيني الماء يا ربي اعطيني الامطار اعطيني الرزق اعطيني الصحة لك الدعاء في جميع الديانات ثابت انه حتى علميا رأو فما فما علميا اللي أثبت ان الطاقة الإيجابية والدعاء يجلب الخير اشتركوا في القناة